بفترة وجودك القرارات الخاطئة التي ارتكبت تذكر منها لا يوجد خطأ اجتهاد خاطئ هل تسأل أي مسؤول بالدولة غير مسؤول لا يعرف من الأمر بإرسال الطائرات إلى إيران أتحداهم عام 1991 من ودت زين الطائرات إلى إيران حتى يحافظون عليها من الضربة لا الرئيس أمر ولا أي مسؤول آخر فشي يعني الله يرحمه هو اجتهاد خاطئ بس مو أخطاء يعني قاتلوا ضدنا روكان الله يرحمه مرافق صدام المرافق مني خابر أي مسؤول أكبر مسؤول بالدولة حتى لو يتصور شنو هذا الأمور تبليغ من صدام حسين فأنا وروكان وراح تطلع عندي بكتاب راح أحتي بديت وياب حديث بعلم الرئيس يعني أريد تعرف من بداية يسمونها صفحة الغدر أو انتفاة أو عدة تسمية شلون منين بدت منين يكون ناس ما يدرون هي بدت من قاعدة بالأبلكوت فشلون طب روكان بل هاي بعدين راح أكشفها مباكي فأنا وروكان ورجل طيب يعني شوف التشكلة ولا بريء وفض الشقة فبعلم الرئيس قال لي وعلى أساس أروح ألتقي بكمال مصط بعدين انتهت مهمتي ما كملت لهذا مشروع يبدأ من أول يوم وشغال وبيه أسرار عجيبة منضمنها فقال لي تدري يا حبيبي يا أبو حيدر أنا سبب قلت له ما تقول لي العقلية الجبارة لقد ترحت يعني إحنا وإيران أكو خلاف طالعين من حرب قال لي قلت له شنو قلت له اجتهدت اجتهد قاطق قال نعم قلت له شنوان قال آني خبرت حامد حمادي كان سكرتير صدام في ذلك الفترة قلت له الطيارات ليش ما نضمها في الدولة ما حدد تقول يجد أقترح له هو شش استلمها استلمها صدام ده يقول له يبلغه اجتهد أيضا يعني اجتهاد مبني على اجتهاد على اجتهاد واجتهاد خاطئ يعني لا روكان متعمد بخطأ ولا حامد حمادي متعمد اثنينهم راحوا الله يرحمهم فشفتهمها هذا حريص على الطائرات روكان اقترح ما قال له هذا مقترح يعني قال له داكش لقفه أنه أمر صدام هذا ويريد يحافظ حامد حمادي في حينها كان سكرتير صدام قبل ما يصير وزير يعني وراء هذه الأحداث صار عبد سكرتير كان عبد معاون دي ففكر بأقرب دولة منه ايران باعتبار عبوانو مقصر فأني أقوز مصاهرة بيني وبين حامد وقرب وشان كل شي يودني الرجول بعدين دخلوا دولة منه ماشي خربوا يخافون لك شفهم بالإعلام حتى الرئيس كان يروح قول له وراء الشحنان فقلت له سيد حامد شون يعني انت فكرته قال لي أنا فهمت من خابرني روكان يعني الرئيس هذا زين فكرت بأقرأ وشان أكو محاولات صلح تقارب بين العراق ويران إذا تتذكر طبعا كانت قائمة على قدم وساق وطورت أمور كثيرة بالعلاقات أنا هاي حاجة شيري به وغاني أدري فقل لي والله العظيم قلت لاني مدى أدينك فالآن لا مدان روكان ولا حامد اجتهدوا بس اجتهد طلع خاطئ شلبت بها إيران هسا تروح جب لي أي مسؤول هذا هذا سر كبير هاتش انتم خليه هم ويا الكتاب بس هدية إليك شكرا أيضا من أجل أن نوضح الحقيقة لا أستاذ هاتف يعني مثل هكذا قرار قرار خطير هل يمكن للطائرات أن تقلع من الأراضي العراقية أو المطارات العراقية وتروح إلى إيران بدون ألم صدام حسين ممكن هذا مسألة لا ديش هوا مقبوص أي ممكن يعني هذا السكرتير ديومور السكرتير المنستر أبو الخطوط أبو القائد شفتهم صدام صدام هل كانت طائرات مدنية وعسكرية مدنية يمكن شم واحدة بس الأغلبية مدنية والأسكرية ما أعتقد يمكن شم واحدة بس الأكثر ها مدنية اللي هي تاب على الخطوط الجوية الأراضي وأقوية هاي شم طائرة مع أسكرية فذول شفتهم أمر الرئيس يعني السكرتير ومرافق الرئيس يعني شلون منوا بعد علمهم ماكو رئيس الدوان ترى بس يسم بس يوقع هي كلها السكرتير والمرافقين هم صدام هو مرات جندي بالحماية يبلغ واحد اشتركوا في القناة